نهاردة كولر بعد المباراة قال ان اللاعبين طبقوا الكثير من الامور اللي اتدربوا عليها في الفترة الماضية وقال ان الفوز على المنستيري كان بداية جيدة لكن الاهم انه فريق ما يسيبوش الغرور قبل مباراة العودة في القاهرة الاسبوع المقبل ولازم يكونوا اللاعبين في افضل حالة ومركزين جدا وقال ان احنا عندنا لعبين رائعين والجميع في مستوى واحد ده الكلام او رد على فكرة انه مين التشكيلة او الكوامل اساس اللي هيلعب به قال انه كل مباراة ولا هزروفها التشكيلة اللي اعتبت عليها النهاردة في هذه المباراة مش شرط هي اللي تبقى موجودة في المباراة الثانية مفيش لاعبة هتبقى ضمنة اماكنها او لاعب هيبقى خارج حساباتي تماما كل اللي هيبقى هتشارك وده لحظته النهاردة هزر في اخر المؤتمر الصحفي وقال انه محمد عبد المنعم وهو بيحتفل بهدفه مع نهاية المباراة اصبني في قدمي وكان يستحق انذار بيهزر يعني بيهزر ان محمد عبد المنعم عمل له تاكلينج حلوة يعني خبطه في رجله بشكل كوي جدا وهو بيحتفل مع اللاعبين والجهاز الفني بعد المباراة بعد مباراة الاهلي والاتحاد المنستيري مارسي كورور قعد وتكلم مع شادي حسين شجعه وقاله ان انت قدمت مباراة كبيرة وقاله ما زعلش انك ما سجلتش اهداف طبيعي انه اللاعب يبقى يسجل هدف في اول مباراة لي وقاله ان اللي جاي احسن وانت من الاسماء اللي اعتمد عليها الفترة اللي جايه وبصراحة شديدة كان مفاجأة بالنسبة لي ان شادي حسين يلعب النهاردة لان كل ما كان يخرج من النادي الاهلي عندي وعند غيري ان الراجل معتمد جدا على حسام حسن اكتر من شادي حسين بس ده يخلينا نقول حاجة مهمة ان الراجل ده عنده افكار وعنده حاجات مش هينفع ان نقراها بتدريبات وخلافه هو بياخد قراراته من دماغه وهو اللي عارف بيختار مين فاني توقيت واني مباراة فما نستبقش الاحداث ده فيه ناس صعادت من موضوع وقالت ان الراجل بيفكر يعير شادي حسين بسم الله الرحمن الرحيم اول مباراة رسمية لكولر شادي حسين مواجم الاهلي الاساسي طيب ليسا كمين مع حضراتكم ومارسي الكولر كمان اتكلم في قط اللبس مع احمد عبدالقادر شده كده شده بسيطة بتحتفظ بالكولر كتير العب مع زميلك انت لعب مهم في الفريق بس لازم تلعب بشكل جماعي ولازم ما تحتفظ بالكورة كتير ودي كيات المرحوزة اللي على احمد عبدالقادر النهاردة من الجميع لعب جيد لعب جيد ومبتكر ورائع ومميز بس يحتفظوا بالكورة احيانا بيبقى كتير واحيانا بيكسر الرتم خد بالك احيانا لما المدرب بيشتغل فنيا على تحركات انت شفتوا النهاردة المهاجم على الشمال والشمال على اليمين وصنع الالعاب هو اللي بيخش في الصندوق في المرب العمليات زي ما بيقولوا فيه تحركات كتيرة لو احمد عبدالقادر وقف على الكورة وعطل اللعب ولو لسواني لو لسانية التحركات دي اللي بتحصل في لحظة من الزمن كل حاجة هتتعطل وكل حاجة هتتبوز وكل حاجة هتتضم فالمدرب بيفرق معا جدا اللعب اللي بيلعب من لابسة واحدة اللعب اللي يستخدم مهارته في حدود معينة ما تفتحش منه الامور بشكل كبير جدا عشان كده لفت ناظر الكولر النهاردة بعد المباراة اشتركوا في القناة